بسم الله الرحمن الرحيم معكم زميلكم صويب الشبطات إن شاء الله في هذا الفيديو رح نحل أسئلة سنوات على مادة شابتر 3 أول سؤال نحنهم بيقول لي عندي هاي حلقة فيها رابطة ثنائية يعني سايكلو ألكين وفي عليها تفرعات قلنا بشوف الرابطة الثنائية في الحلقة وإذا في تفرع على أحد أطراف الرابطة الثنائية ببلش الترقيم منه زي عندي مثلا هون البي آر بدي أبلش ترقيمي من هون إجباري وقلنا إجباري إني أمشي في الرابطة الثنائية ما بصير ألف عكسها بلشت هون واحد الطرف الثاني للرابطة الثنائية لازم يكون اثنين هون رح يكون عندي ثلاث أربعة خمسة وهون ستة مكان التفرع الثاني فهون التفرع مثل بحرف الام وهون التفرع بي آر بحرف البي بي إلو الأولوية فبيكون عندي بي على الأولى اللي هو واحد برومو بعدها مثل على السادسة ستة مثل بعدها سايكلو هيكسين لأنه ست ذرات كربون اللي هو عندي فرع سي واحد برومو ستة مثل سايكلو هيكسين وإين لأنه الكين طيب السؤال الثاني عندي الكين هنا وعندي على السهم حق اللي مرة بدي أفاعل مع بي إتش ثري والجزء الثاني من التفاعل مع إتش تو أو تو في وسط قاعدة اللي هو الأو أتش ماينس هذا التفاعل من التفاعلات اللي شرحناها كان تفاعل هايدرو بوريشن اللي هو أني بدي أضيف البورون وبعديها بدل البورون بالخطوة الثانية رح يتبدل عندي إيش بأو أتش وينتج عندي في النهاية الكحول اللي هو الأو أتش قلنا هذا التفاعل هو التفاعل الوحيد اللي ماشي عكس قاعدة ماركوفنيكوف يعني نتيجة التفاعل النهائية واللي هو طالبها مني في هذا السؤال بتكون عبارة عن أني أضيف أو أتش لكن عكس قاعدة ماركوفنيكوف لو بدي أضيف حسب قاعدة ماركوفنيكوف باجي على أطراف الرابط الثنائية بلاقي كربونة عليها هيدروجينة والثانية عندها كربون من الجهتين إذن هاي الأصل ترتبط بهايدروجين وهاي ترتبط بمين الأو أتش هذا إذا بدي أمشي حسب قاعدة ماركوفنيكوف لكن تفاعل هيدروبوريشن قلنا بيجي عكس ماركوفنيكوف فبيضيف اللي الأو أتش على هاي الكربونة فبيكون أن أول هيدروجينة طبعا تيجي على هاي فبيكون الناتج عندي أن الكربونة اللي عليها الـ CH3 بيصير عليها هيدروجين والكربونة الثانية طبعا بعد كسر الرابط الثنائية بصير عليها الـ Hydrogen والـ OH بتصير عندي إضافة OH عكس قاعدة ماركوفنيكوف اللي هو عندي فرع هون D هاي الكربونة اللي عليها الـ CH3 نضاف عليها الـ Hydrogen وهي الكربونة الثانية بعد ما انكسرت الرابط الثنائية نضافت عليها الـ OH هذا التفاعل قلنا الوحيدة بكون عكس قاعدة ماركوفنيكوف فإذا طلب الجواب النهائي بضيف OH عكس قاعدة ماركوفنيكوف طيب السؤال الثالث عنه هون أو رقم أربعة بيعندي الـ Keyn وهذا Conjugate System رابطين ثنائيات بينهم رابطة أحادية وبدي أضيف لهم HBR قلنا في هذا النوع من التفاعلات الـ Addition to a Conjugate System بيصير عندي حالة Resonance وبيطلع عندي أكثر من ناتج الحالة الأولى نرسم رسمة المركب بس هون الحالة الأولى أني أجي أضيف على هذا الطرف وطبعاً الطرفين نفس الشي لأنه هذا الـ Alcine متماثل ويقدر أكسمه من النص لنصين متطابقين فأنا بس بشتغل على طرف واحد نفترض أني مثلاً على الطرف اليمين بدي أشتغل هون عندي هاي الكربون اللي على الطرف عليها Hydrogen 10 كونها عاملة رابطين ضيليلها رابطين اللي هما Hydrogen 10 وهاي اللي هون عاملة رابطين هون ورابطة هون إذا ناقصها Hydrogen إذا هاي عليها Hydrogen 1 عفواً عليها مش ناقصها عليها Hydrogen 10 واللي الطرف هاي عليها Hydrogen 10 فالـ Hydrogen من الـ HPR وين بدها تنضاف؟ بدها تنضاف على هاي الكربونة وين بدها تنضاف الـ Hydrogen وعلى الذرة الثانية بده ينضاف عندي مين؟ الـ PR هاي الحالة الأولى اللي ممكن تصير عندي بتنكسر رابطة الثنائية وبصير عندي PR على الذرة الثانية زي الموجودة عندي رقم اثنين بعد ما انكسرت الرابطة الثنائية هاي الكربونة أخذت الـ Hydrogen نتاعتها والرابطة الثانية أخذت الـ PR والرابطة الثنائية الثانية ما صار عليها هاي شيء الحالة الثانية انه يصير في عندي Resonance هاي الشكل الأصلي للمركب بعد ما اضيف الـ Hydrogen على هاي واكسر الرابطة تكون عندي قلنا الكاربوكاتيون هون قبل ما ينضاف الـ PR بتيجي هاي الرابطة الثنائية وبتنتقل هون عشان تعادل لي الشحنة الموجبة هاي بعد ما تروح هاي الشحنة الموجبة ومن بتصير؟ بتصير على الطرف هاي وبتصير عندي إضافة لبروم على هذا الطرف فبكون عندي الرابطة الثنائية موجودة في النص والبروم مرتبطة على الطرف زي الموجود عندي في المركب 3 هاي صيغة المركب صارت الرابطة الثنائية عندي في النص بسبب الـ Resonance وانضافت الـ PR على الكاربون اللي صارت كاربوكاتيون على الطرف فالنواتج عندي فعليا لهذا التفاعل هم 2 و 3 اللي هو عندي إيش؟ فرع E السؤال اللي عندهم بيقول لي عاطيني رسمة مركب وبسألني كم كربونة من هذا المركب تهجينها SP3 احنا اتفقنا إنه إذا الكربونة عاملة روابط أحادية بس بيكون تهجينها SP3 إذا عاملت روابط ثنائية بيكون SP2 وإذا عاملت رابطة ثلاثية بيكون تهجينها SP فقط فهون بدي أدور على الكربونات كونه بده SP3 بدي أدور على الكربون إيش؟ اللي عامل روابط أحادية فقط فببدأ من الطرف هنا أحد هاي الكربونة عاملة روابطة ثنائية إذن هاي SP2 مش SP3 هاي برضو SP2 لأنها عاملة روابطة ثنائية هاي الكربونة مش عاملة روابط ثنائية إذن SP3 وهاي نفس الشي وهاي نفس الشي لأنه ما في عليهم روابط ثنائية إذن تهجينهم SP3 وهاي نفس الإشي هاي عاملة روابطة ثنائية إذن لا وهاي عاملة روابطة ثنائية برضو لا وهاي روابطة ثنائية عليها وهاي عليها رابطة ثنائية ظل تهجينهم SP2 بظل عندي الكربون البرانية هاي ما في عليها روابط ثنائية إذن هاي برضو SP3 بعدهم عندي واحدة ثنتين ثلاثة أربعة خمسة إذن إجابتي بتكون خمسة كربونات في هذا المركب تهجينهم SP3 السؤال اللي عنده هون بحكي لي في عندي روابط ثنائية متعددة في هاي الألقينات كلها بسألني مين فيهم الكونجيجيتد إحنا قسمنا الألقينات لكميوليتد إذا كانت الروابط الثنائية جنب بعض وكونجيجيتد إذا كان بفصل بينهم رابطة أحادية واحدة وآيزوليتد إذا بفصل بيناتهم أكثر من رابطة أحادية مركب رقم واحد عندي عندي رابطة ثنائية بعدين أحادية بعدين ثنائية إذن هذو الكونجيجيتد وهون أحادية وبعدها ثنائية إذن هذا المركب عندي إيش روابطة ثنائية كونجيجيتد نين عندي رابطة ثنائية وحادية وحادية بعدين الثنائية الثانية إذن هذا isolated والثالث عندي رابطة ثنائية هون وحادية وحادية بعدين كمان ثنائية إذن هذا isolated وهون عندي رابطة ثنائية جنبها الرابطة الثنائية بالضبط هذا accumulated رقم خمسة عندي الرابطة الثنائية وحادية ثنائية وحادية ثنائية بيناتهم بين كل ثنتين ثنائيات في عندي رابطة وحادية واحدة إذن هذا برضو عندي إيش Conjugated Multiple Bones فالجواب عندي بيكون إيه اللي هما رقم واحد ورقم خمسة السؤال اللي بعده بيحكي لي قلنا السيس ترانس والآيزمرز ممكن يجوا بالسايكلوالكانز وبالالكينز بشكلهم العادي الخطي لكن شرط أنه ما تكون الرابط الثنائي على الطرف لأنه إذا كانت الرابط الثنائي على الطرف وكان عندي هون مثلا هيدروجين وهون هيدروجين هذا الشكل ما رح يعملي السيس وترانس أنه الهايدروجين قلنا ما بتدخل فيه فأهم شي الرابط الثنائي ما تكون عندي على الطرف عشان يتكون عندي أشكال سيس وترانس بشوف الخيرات عندي واحد اثنين بنتين برسم البنتين وبحط الرابط الثنائي هون هل هاي الرابطة تصنع سيس وترانس هاي عليها هيدروجين وتفرع كربون وهاي عليها هيدروجين وتفرع اللي هو كربونتين إذن هذا فعليا أحد أشكال سيس ترانس والرسمة اللي رسمناها بتعبر لي عن حالة trans إذن لحد الآن إجابة A صحيحة لكن لازم أتأكد من باقي الخيرات فرع B بيحكي لي واحد برسم برسم بنتين لكن إيش فحط إيش الرابط الثنائي على الذرة الأولى لأنه بيقول لي واحد بنتين هل هذا بصنع لي cis و trans ما في إشي عندي هون لحتى أقرر هو cis ولا trans أساسا لأنها الرابط الثنائي الطرفية وعليها هيدروجينتين فما في إشي بقدر يخليني أحكم إذا هو cis ولا trans إذن ما بيصنع لي أشكال cis وال trans طيب فرع ثلاث بيحكي لي ثلاثة مثل واحد بنتين برسم البنتين وحط لي واحد بنتين وثلاثة مثل وجود المثل على الذرة الثالثة ما فرق عندي ولا إشي لأنه لساها الرابط الثنائي على الطرف طيب فرع D اثنين مثل اثنين بنتين نرسم بنتين كمان مرة اثنين بنتين هالمرة واثنين مثل لما أجي على هاي الرابطة بلاقي الطرفين عندي هون متشابهات هون ال-CH3 وهون ال-CH3 بقدر أحدد إذا هذا cis ولا trans لا ليش؟ ليفترض أني بدي أقارن مع هذا الطرف هذا الطرف جاي لفوق اللي هو ال-CH2-CH3 وبدي أقارن مع هذا الطرف عشان أحدد هو cis ولا trans بلاقي ال-CH3 لفوق و-CH3 لتحت طيب أنا منهم أخذها يعني أخذ اللي فوق وأقول إنه cis واللي أخذ اللي تحت وأقول إنه trans بما أنه الثنتين متماثلات فأنا ما بقدر أخذ ولا واحدة فيهن إذن هذا برضه منقول عنه إنه ما بيصنع أشكال cis و trans طيب لنفترض أنه كانوا المجموعتين مختلفتين مثلاً كان عندي تفرع كلور فوق ما كانت CH3 هذا مش موضوعنا هسه هذا موضوعنا في شابتر خمسة إذن أشكال زي هيكة تكون تفرعين عندها على نفس الجهة للألكين لحد الآن ما بتصنع cis و trans لازم يكون هيدروجين وتفرع هيدروجين وتفرع لبين ما نوقع باقي التفاصيل بشابتر خمسة إذن فرع دي برضو لا وفرع اي بقول لي واحد هكسين برسم الهكسين وبحط على الذرة الأولى نفس فكرة الواحد بنتين لأنها مش طرفية فما بتصنع عندي أشكال cis و trans إذن إجابتي بتكون A طيب السؤال الرقم 14 بقول لي الكوريكت أيب عك نيم for the following molecule is أنا في عندي سلسلة في عندي فيها روابط ثلاثية وروابط ثنائية قلنا لما تنوجد الرابط الثلاثية والثنائية في نفس المركب برقم من الأقرب للطرف بما أنه ثنتين هون جايات على الطرف قلنا برقم من الرابط الثنائية بغض نظر عن وجود تفرعات أو لا فترقيمي رح يكون من هذا الاتجاه أي واحد اثنين هاي ثلاث التفرع رح يكون على أربعة خمسة ستة سبعة الرابط الثلاثية وثمانية عدد ذرات الكربون في هذا المركب ببدأ تسميتي من التفرع عندي تفرع على الذرة الرابعة وهو مثل فبسمي أربعة مثل بحض أربعة مثل بعدها باجي إيش على السلسلة الأصلية ثمان ذرات كربون يعني أكتا أكتا بعدين بقول واحد أكتين لأنه عندي الرابط الثنائي أعذرها الأولى سبعة أين زي فرع إي عندي أربعة مثل واحد أكتين سبعة أين أو ممكن أقول عنها أربعة مثل أكتا واحد أين سبعة أين المهم أني إيش أسمي التفرع بالأول بعدين بسمي الرابط الثنائي بعدين الثلاثية طيب السؤال اللي بعده بحكي لي أقلنا الكربوكاتيون بي نقسم كملك Wilson يعني التيرشاري أعلى استقرار من السكندري والسكندري أعلى استقرار من البرايماري ب少', recap, armetin, st, questa Скalo تيرشاري والتيرشاري بيكون الأعلى استقرار هيا عندي هون هاي الشحن الموجبه بجاي على الكربونه هاي هاي مرتبطة بهايدروجينتين وبكربونه عندي وحدة هون إذن هاذا... لأنه الكربونه مرتبطه بكربونه واحده طيب فرع بي عندي على الكربونه هاي هاي الكربونه مرتبطة على اليمين بكربونة ولتحت عندي الكربونة هاي من الحلقة إذن هذا مرتبط بكربونتين سكندري كاربو كتيون طيب باجي على فرع سي عندي الكربونة اللي عام الكاربو كتيون أو اللي عليها الشحنة الموجبة مرتبطة بفوق بكربون وعليمين كربون وعليسار كربون هذا تيرشري كاربو كتيون طيب فرع دي عندي هاي الكربونة مرتبطة هون بكربون ولتحت بكربون كربونتين إذن سكندري كاربو كتيون واللي تحت هاي نفس الشي كفوق كربون وعليسار كربون الأكثر استقرارا هو التيرشري كاربوكاتيون اللي هو فرع C سؤال 18 بحكيلي What is the product of the following reaction أعطيني سلسلة فيها رابطة ثلاثية إذن هذا الكاين اللي عندي وعندي HPRXS زي ما حكيت لكم دايما في التفاعلات أنا ما بهمني شكل السلسلة بهمني أشوف الجزء اللي بدي أتعامل معه إذا كان رابطة ثلاثية أو ثنائية أو أحادية إذا كان ألكان بدي أشوف المكان اللي بدي أعمل التفاعل عليه وبأعمل التفاعل بغض النظر عن باغي شكل المركب طيب أنا عندي HPR وحط لي XS XS يعني كمية فائضة يعني زيادة يعني حط لما تشبع طيب باجي بدي أطبق هون قاعدة ماركوفنيكوف لإضافة HPR هاي الكربونة عليها هيدروجين هاي الكربونة ما عليها إذن أول هيدروجينة بعد ما تنكسر أول رابطة رح تنضاف عندي هون ورح تنضاف أول بي أر هون بنتج عندي هذا المركب وفي عندي إيش رابطة ثنائية برض بضيف عليه كمان HPR بلاقي إنه هاي الكربونة عليها هيدروجينتين وهاي ما عليها ولا واحدة إذن حسب ماركوفنيكوف الهايدروجينة الثانية كمان رح تنضاف هون والبي أر الثانية كمان رح تنضاف هون بعد ما أكسر الرابطة الثنائية ويتظل عندي الرابطة الأحادية واللي هو عندي هون برعة اثنين السلسلة الأصلية ظلت زي ما هي وما بتهمني هاي الكربونة اللي كان عليها الرابطة الثنائية هاي كانت CH صارت CH3 بعد ما أخذت الهايدروجينتين وهاي الكربونة نضافت عليها مجموعتين الBR فإجابتي هون بتكون رقم 2 سؤال العشرين بيحكيلي في عندي الكين وهو حكيلي إنه الكين وهي صيغته وعملي عليه التفاعل اللي ضاف اللي فيه O3 وبعديها ZN في وسط حمضي واللي هو كان تفاعل للأزوناليسز وناتج عندي هذا المركب اللي فيته كيتون قلنا في هاي الحالة لما بدي أطلع المركب الأصلي أنا في عندي ثلاث حالات يابعطيني ناتج واحد وبيكون فيه أكسوجينة واحدة فبعرف إنه هذا الناتج هو نتج منه اثنين متطابقين يعني لو حكيلي مثلا ناتجك كان CH3 C double bond O CH3 حكيلي بس هذا الناتج الوحيد اللي طلع معك وهون بما إنه في عندي أكسوجينة واحدة بعرف إنه أنا في عندي فعليا نتج اثنين من هذا المركب وقلنا بشبكهم في بعض من محل الأكسوجينتين وبخلي رابطة ثنائية محلها طيب وقلنا في حالات ثانية إيش إنه يطلع لي ناتجين كل واحد فيهم عليه أكسوجينة قلنا بشبكهم في بعض من محل الأكسوجين يعني مثلا هون نفترض في عندي المركب الثاني منه اللي طلع وهون كمان CH3 قلنا كيف بطلع صيغة الألكين الأساسية بجيب هذول الأكسوجينتين وبدخلهم في بعض وبحط رابطة ثنائية زي هيك محل الأكسوجينتين بدل هاي والرابطة ثنائية مع الأكسوجين فبطلع عندي هاي صيغة الألكين الأساسية طيب والحالة الثالثة هي الحالة اللي عندي هون لما يكون مركب واحد ناتج واحد وفيته الأكسوجينتين هون قلنا بعرف إنه الألكين كان أساسا إيش حلقي كان الكين حلقي كيف بطلع صيغته برقم الكربونات بين الأكسوجينتين فقط برا الأكسوجينتين رح يكونوا تفرعات والترقيم بس عشان أعرف أرسم الرسمة الأساسية فأنا عندي هون واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة إذن مبدئيا أنا عندي المركب الأساسي هو حلقة الكين سداسية وبحط الرابطة الثنائية بين الأولى والسادسة خلني أرقم بس عشان أعرف أضيف التفرعات هاي اثنين ثلاث أربعة خمسة وهاي ستة بين الأولى والسادسة اللي عليهم الرابطة الثنائية مع الأكسوجين بعوضهم عنها برابطة ثنائية ثانية اللي هي تحت الألكين الأصلي هايها الرابطة الثنائية عندي بعدين الذرة الأولى في عليها تفرع عبارة عن إثل كربونتين والذرة السادسة عليها تفرع عبارة عن مثل فالمرنكب الناتج عندي هو حلقة سداسية فيها رابطة ثنائية على أطراف الرابطة الثنائية في عندي مثل وفي عندي إثل وين بلقي في الخيرات بلقي فرع رقم خمسة حلقة سداسية فيها رابطة ثنائية أحد أطرافها إثل والطرف الثاني مثل يمكن ما يطلع مطابق للرسم اللي أنا رسمتها لكن أهم شيء زي هكي الخصائص اللي عندي إنه رابط الثنائية في الوسط بين التفرعين هاي كمان نفس السؤال سؤال يعني مشابه نفس الفكرة لكن مغير لي الأسلوب في السؤال بدل ما يرسم لي المركب كاتب لي اسمه وكاتب لي هون إنه تفاعل أوزونوليسز بدل ما يحط لي شكل التفاعل على الحالتين نفس الشيء قولي عندي هذا الناتج فيتو الأكسوجينتين مع بعض في مركب 1 إذن الشكل الأصلي عندي حلقة برقم بين الأكسوجينتين 1 2 3 4 إذن أنا عندي حلقة رباعية وفيها رابط الثنائية بين رقم 1 و4 هي 2 وهي 3 تفرعات رقم 1 ما عليها 2 ما عليها 3 عليها مثل و4 ما عليها تفرعات إذن هذا هو شكل المركب اللي عندي باجي أسميه عشان أعرف الجواب أي من هذه الأجوبة بدي أرقم ترقيم هس عشان أسمي غير الترقيم الأساسي اللي رقمته إذا بدي أبلش بهذا الطرف من الرابطة الثنائية لازم أمشي فيها ورح يكون هيك التفرعي رقمه أربعة بينما إذا مشيت من هون بلشت من هذا الطرف رح يكون للتفرع رقم ثلاث بما أن هذا الاتجاه بيخلي التفرع إليه رقم أصغر بمشي فيه إذا بكون عندي واحد، اثنين، ثلاث، أربعة والإسم بيكون عندي ثلاثة مثل بالتفرع ثلاثة مثل واحد أو ما واحد ما منكتبها ثلاثة مثل سايكلوبيوتين ثلاثة مثل سايكلوبيوتين واحد ما منكتبها السؤال اللي عنا هون بحكي لي زي ما حكينا بدور على الكاربوكتيون اللي يكون تيرشري هذا الكاربوكتيون كربونتم مرتبطة بكربونة واحدة إذا برايماري هذا الكاربوكتين كربونتو مرتبطة بثلاث كربونات إذن تيرشري هذا الكاربوكتين كربونتو مرتبطة بكربونتين إذن سكندري هذا الكاربوكتين كربونتو مرتبطة بثلاث هاي واحدة واحدة هون واحدة هون إذن تيرشري وهذا الكاربوكتين كربونتو مرتبطة بكربونة واحدة إذن برايمري الآن هون بتطلع بلاقي إنه عندي رقم 2 ورقم 4 الثنين للكاربوكاتيون تبعهم تيرشري إذن رح أفترض إنه الثنين تاعهم أكثر استقرار كاربوكاتيون بلاقي الخيرات ما فيها 2 زائد 4 مع بعض فففكر السؤال غلط السؤال مش غلط لأنه في عوامل ثانية إحنا لما فسرنا ليش الكاربوكاتيون التيرشري بيكون أكثر استقرار قلنا بسبب إنه في حوالي سحابة من الإلكترونات ناتجة عن الروابط اللي حواليه هي اللي بتخليه أكثر استقرار يعني كنا نقول مثلا هاي الكاربونة عاملة رابطة مع ثلاث كاربونات هاي اللي عليها الشحنة الموجبة ثلاث كاربونات هون وهون وهون وكل واحدة في هذول عاملة باقي الثلاث روابط أو باقي الأربع روابط يعني تبعاتها هذا الشكل اللي بيخلي لي وجود كل هالروابط اللي هي شحنات سالبة حوالين هاي الكربون الموجبة بيخليها مستقرة أكثر طيب إيش فيه إشي ثاني بيعبر لي عن الإلكترونات بما أنه الروابط بتعبر عن الإلكترونات إذن وجود روابط ثنائية أو ثلاثية برضو بعبر لي كمان عن إلكترونات بلاقي في الشكل رقم أربعة في عندي رابطة ثنائية وهون في عندي رابطة ثنائية في الشكل إذن هذا الكربوكتين في حواليه روابط ثنائية يعني إلكترونات أكثر ساعده على أنه يستقر أكثر فبيكون مستقر أكثر من مركب رقم اثنين اللي ما فيته روابط ثنائية إذن قلنا الكاربوكتايون بيستقر بسبب وجود الروابط اللي حواليه كثافة إلكترونية سالبة خلينا نقول سحابة إلكترونية سالبة بتغطي الشحنة الموجبة أو بتحاول إنها توازنها فكل ما كان عندي أشياء بتزيد السالبية أكثر حوالي الكاربوكتايون كل ما كان مستقر أكثر هون في عندي بجنبه رابطة ثنائية والرابطة الثنائية هي بارعاً إلكترونات وشحنات سالبة أكثر إذن المركب بيكون مستقر أكثر ككاربوكتايون لأنه في حوالي سحابة إلكترونات سالبة أكبر من اللي في رقم 2 سؤال هون بيحكي لي بلاقي مركب فيتو رابطة ثنائية وفيتو رابطة ثلاثية قلنا لما يكون عندي رابطة ثنائية وثلاثية في نفس المركب ما بتهمني التفرعات آخر شي بطلع عليه بطلع على أماكنهم مين أقرب للطرف برقم من عندها إذن نفس المسافة من الطرف برقم من الألكين طيب هنا عندي الألكين عندي واحد двух والذرة ثالثة هي العامل للألكين هنا واحد اثنين هي اللي عامل الألكين إذن برقم من طرف الألكين فبيكون عندي هاي واحد هاي اثنين أكيد بنا ننتبه أنه هاي كاربوهنة في طرف الرابطة ثلاثية وهون نفس الشي حتى لو كمالي على شكا الخط مستقيم أكيد مش قصدوا هاي الكاربوهنة وهاي كلها رابطة أحادية وهاي تكملتها الثلاثية طيب هاي واحد اتنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة وعندي الثلاث جهات نفس الشي فبكمل ثمانية طيب الآن باجي اسمي ببلش تسميتي من التفرعات اللي هن عندي على رقم سبعة سبعة فاصلة سبعة بسميها داعي مثل سبعة فاصلة سبعة داعي مثل بعدين المركب بتكون من ثمان ذرات كربون إذن هو اكتا الرابطة الثنائية على رقم خمسة إذن بقول خمسة اين اكتا خمسة اين اتنين اين مكان الرابطة الثلاثية بظل علي آخر شغلة بما انه في عندي هون الكين وراسم لي يا بهاي الصيغة معناها انه بدو يعني اطلع على حالة سس وترانس الرسمة عندي هون التفرعات جاي بهاي الجهة هون جاي الجهة اللي عكسه إذن هذا الشكل ترانس عندي إذن بحط ببداية المركب ايش ترانس فبطلع عندي الاسم ترانس سبعة فاصلة سبعة داي مثل اكتا اللي هي عن ثمان ذرات كربون خمسة اين 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 حتى لو الرابطة الثلاثية ترقيمها أقل بسمي الثنائية بالأول فبتكون الإجابة عندي الـ ايه ايه في هذا السؤال حطل لي حلقة عليها الكين وعليها رابطة اوحادية وعاطيني هذا التفاعل هذا التفاعل أنا عارف انه هو تفاعل ايش بي اتش ثري بعدها اتش تو او 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 في وسط قاعدة او اتش ماينس هذا تفاعل الـ هايدروبوريشن اللي هو بتقولنا بتكون ناتجه النهائي إضافة او اتش بعكس قاعدة ماركوف نيكوف إضافة يعني اتش او اتش بعكس قاعدة ماركوف نيكوف فتطلع على الألكين عندي عندي هاي الرابطة الثنائية هاي الكربونة اللي على الطرف عليها هيدروجينتين بينما هاي الكربونة مرتبطة كربون من هون كربون هون ورابطة ثنائية إذن ما عليها ولا هيدروجينة لو بدي امشع على قاعدة ماركوف نيكوف بحط الهايدروجين هنا وبحط هنا الـ ذاكن تفاعل الهايدروبوريشن بيجي عكس ماركوف نيكوف إذن رح تنضاف عندي هون الـ وهون رح تكون الهايدروجين ورح أكسر الرابطة الثنائية واللي هو رح يكون عندي ايش فرع دي باقي الحلقة هاي هاي الدرة اللي عليها التفرع باقي الحلقة ما بتغير عليه ولا اشي لانه ما بيهمني هذا التفاعل لالكين إذن بشتغل على الالكين باجي بكسر الرابطة الثنائية عكس ماركوفنيكوف بحط هون الـ OH وهون بيضل عندي الهايدروجين اللي هو ما بعبر عنه بالرسمة فبتكون اجابتنا هون D طيب السؤال اللي عنا هون في عندي تفاعل في عندي المتفاعلات في الكين رابطة ثنائية وفي رابطة الثلاثية الالكين وبيدي اضيف له H2O وعاطيني الوسط الحمضي وعاطيني وسط حمضي القوي اللي هي بوجود الـ HG احنا اللي شفناه لما درسنا قلنا الـ HGSO4 الـ HGSO4 او HG موجب اثنين انا ما بيهمني بيهمني ايش انه الـ HG شخصيا يكون موجود ما بيهمني مين اللي معاه تمام كوسط للتفاعل عشان يتفاعل الالكين بتفاعل الاضافة طيب فهون مش عشان حطي لي H2O يعني جزيء واحد اني اضيف خلص واحد فهو يا للالكين يا للالكين لانه ما تعلمنا وجود المنافسة بينهم شو بيصير لا عادي باضيف جزيء مي للالكين وجزيء مي للالكين وهذا اللي بيساعدني اساسا اتأكد منه اني لما اشوف الخيرات ولا واحد فيهم ضايف بس للالكين او بس للالكين فهون انا بكون فاهم انه انا بدي اضيف جزيء هايدروجين جزيء عفو المي للالكين بوجود الحمض وللالكين بوجود الحمض القوي فلما أضيفه للألكين باتبع قاعدة ماركوف نيكوف هاي الكربونة عليها هيدروجين هاي ما عليها هيدروجينة هون OH هون إذن رح يكون الOH على نفس الكربونة اللي عليها تفرع الثي أتش ثري هون ولما أجل الألكاين قلنا الناتج بيكون عندي عبارة عن كيتون بما أني أنا الدكسر رابطة ثنائية بدي أحط رابطة ثنائية بدلها مع الأكسوجين وأحط لها الكربونة الهايدروجينتين طبعا برضو حسب قاعدة ماركوف نيكوف فبطلع معي الجواب هو مركب رقم اثنين اللي عندي هاي الكربونة صار عليها وهي صارت وهون هاي صارت والطرف الثاني للرابطة ثلاثية صار عليه رابطة ثنائية مع الأكسوجين السؤال اللي عنا هون أنا بعرف أنه بتكون لما يكون عندي رابطة ثلاثية على الطرف لما تكون عندي كربونة على الطرف عامل رابطة ثلاثية وعلى الجهة الثانية عندها هيدروجين فبتكون الكربون هيدروجين بونت هاي بتكون مور أسهل علي اني أفقد هاي الهايدروجينة واتصرف كاسد على عكس لما يكون رابطة ثنائية في عندي هيدروجينتين ولما يكون رابطة أحادية وفي عندي ثلاث هيدروجينات إذن أعلى حمضية للرابطة الثلاثية الطرفية فلما يقولي بدول مست أسديك كاربون هيدروجين بون بدي أدور عمركب فيه ترابطة ثلاثية على الطرف هون عندي واحد بنتين هاي بنتين هاي بنتين وهيك بخليه واحد بنتين وهون عندي الرابطة الثلاثية موجودة زي ما قلنا طرفية إذن هي من الأسديك كاربون هيدروجين بون بس أشوف الباقيات فرع بي بيقولي اثنين بنتين هاي بنتين وهون بيصير اثنين بنتين هاي الرابطة الثلاثية هاي الكاربون عليها كاربون ورابطة ثلاثية وهاي كاربون ورابطة ثلاثية فما عليهم هيدروجين أساسا لحتى تكون عندي أسديك البنزين اللي هو عبارة عن حلقة سداسية رح نتعرف عليه الشابتر الجاي وجواها ثلاث روابط ثنائية برضه مش أسديك واحد انتين هم قزهم فيها غالبا واحد بنتين هون عندي رابطة ثنائية واثنين بنتين اللي هي رابطة ثنائية على الكاربون الثانية فالمور أسديك عندي هي فرع اي الواحد بنتين لأنه هي بتكون ايش رابطة طرفية ثلاثية فالإجابة المكتوبة عندكم هون غلط هي الإجابة فعليا ايش ايش اللي هي واحد بنتين هون عندنا كمان سؤالة على نفس الفكرة بيحكي لي المست أسديك قلنا اللي بتكون رابطة ثلاثية على الطرف اللي هي موجودة عندي في مركب واحد اللي هو ثمن ذرات كربون وعندي ايش على الذرة الأولى رابطة ثلاثية فبتكون هاي الكربونة هي مع الهايدروجينة المرتبطة فيها يعني تفقدها أسهل إشي هاي أغلب أفكار الأسئلة اللي بتيجي على شابتر ثري يعطيكم لعافية